بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن موجبات الوضوء يعني متى يجب الوضوء أو نواقض الوضوء نعم الخارج من السبيلين من القبل أو الدبر كان من ذكر أو من أنثى أي شيء يخرج من القبل أو من الدبر هو ناقض للوضوء نتكلم عن موجبات الوضوء أو حقوق أو من الدبر هو ناقض لله نعم 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 كو كاشيني كو دوا صوني كو كما آهائلاني كو مامي كو كما يندي يبي تدقى غباء تشيكي لن ينواروالي الوالا نعم كذلك أكل لحم الجزور حكا تشنام الرغمي نعم لو رتدنا صلاة و السلام لردتو تحبت كل الأعمال حكا كما إدمتو مي رد الله يكريم الله يكريم تحبت كل الأعمالي نعم أما مسى الذكر الصحيح والله أعلم أنه إذا مسى الذكر يستحب له الوضو أما متن يشافي الذكر يشافي الأوران واتو الذكر تحبت كل الأعمالي نعم كذلك مسى المرأة ليس بناقض للوضو حكا كما إمتو نشافي ما ترسى شما بأي وروري الوالا نعم يعني خارج من السبيل المطلقا دو أبن دي بتدقى كما من نشي ينا وروري وأكل لحم الجزور وقلنا أن الرد محبط لكل الأعمال وإذا مسى الذكر يستحب له الوضو نعم والله أعلم الله تعالى شيني مسلي والله أعلم شكرا